اشتركوا في القناة ونبدأ مع أول مثال في هذه الحلقة مثال من المغرب لأحدى المتابعات الفضليات إذن نبدأ مع هذا المثال تقول هذه السيدة بأنها قد قدمت المعلومات البيومترية في التاسع عشر من أبريل من العام الفين واربعة وعشرين تقول بأنها قد تلقت إيميل الإيكو في الأول من شهر سبعة إذن تقول بأنه قد تم اتخاذ القرار في العاشر من يوليوز من العام الفين واربعة وعشرين وتقول كذلك بأنها قد توصلت بجواز السفر الخاص بها في الحادي عشر من يوليوز من العام الفين واربعة وعشرين إذن تقول بأنها تأشيرة خطوبة عادية إذن شكراً على المشاركة وهنيئاً لها نمر لمثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في الثامن عشر من أبريل من العام الفين واربعة وعشرين يقول بأنه قد توصل بإيميل الإيكو في الأول من يوليوز ويقول بأنه قد تم اتخاذ القرار في التاسع من يوليوز يقول بأنه قد توصل بإيميل ساحب جواز السفر في التاسع من يوليوز ويقول بأنه قد قام بسحب جواز سفره في العاشر من يوليوز يضيف كذلك بأنه تأشيرة خطوبة عادية إذن نمر لمثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم تأشيرة الزواج عادية يقول بأن المعلومات البيومترية في الثامن عشر من أبريل ويقول بأنه قد توصل بإيميل الإيكو في الخامس والعشرين من شهر ستة يقول بأنه في العاشر من يوليوز تلقى إيميل خويرونه بأنه قد تم إرسال جواز السفر إلى عنوانه البريدي ويقول بأنه في الحادي عشر من يوليوز تلقى رسالة القبول على الإيميل إذن نمر لمثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم لتأشيرة الزواج عادية يقول بأن المعلومات البيومترية في الخامس عشر من أبريل تلقى إيميل الإيكو في العشرين من يوليوز يقول بأن إيميل قبول التأشيرة توصل به في الرابع من يوليوز يقول بأنه لم يوضلق مستشارا قانونيا ويقول بأنه قد قام بأداء طلبين مؤدانهما ليعرف أين وصلت قضيته وكذلك ينصح بأنه لا تتم إرسال طلبات أو لا يجب إرسال طلبات لأنها لا تسرع وطيرة العمل لكن ننصح بأن يتم إرسال طلبات لمعرفة أين وصلت القضية لكن فقط لا يجب الإكتار منها إذن ننصح كل شخص إذا تأخر ملفك يجب إرسال رسالة لتعرف أين وصلت دراسة الملف إذن نمر لمثال آخر هذا الشخص من تونس يقول بأنه قد قدم لتأشيرة الزواج عادية يقول بأن المعلومات البيومترية كانت في التاسع عشر من أبريل يقول بأن الإيكو توصل به في الثامن والعشرين من شهر ستة من العام الفين واربعة وعشرين ويقول بأنه قد توصل بإيميل القبول في العاشر من يوليوز من العام الفين واربعة وعشرين إذن نمر لمثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في الرابع عشر من أبريل يقول بأن تأشيرة زواج عادية يقول بأنه وظف مستشارا قانونيا ويقول بأنه لم يتوصل بإيميل الإيكو ولم يقوم بإرسال أي طلبات للعم أوفيس ليستعلم عن قضيته يقول بأنه قد توصل بإيميل القبول في الخامس من يوليوز من العام 2024 إذن نمر لمثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم لتأشيرة خطوبة يقول بأن المعلومات البيومترية كانت في السابع عشر من شهر خمسة من ماي إذن يقول بأن تأشيرة سريعة يقول بأنه قد قدم من الولايات المتحدة الأمريكية يقول بأنه قد تلقى إيميل يخبرونه بأنه قد تم تحويل ملفه إلى مكتب الدراسة المكتب الذي سيقومون بدراسة الملف فيه إذن يقول بأنه قد تلقى هذا الإيميل في الواحد والعشرين من ماي وبعد ذلك لم يتلقى أي شيء إذن لا يزال ينتظر إيميل الإيكو إذن يقول هل يعرف أي شخص كم المدة اللازمة حتى يصل إيميل إلى الإيكو إذن نقول بأن الإيميل الإيكو ربما قد لا يصل وربما يصل إذن هناك بعض الحالات كما رأينا سابقا تم إرسال رسالة القبول ولم يتم إرسال أي إيميل إيكو قبل ذلك يسأل كذلك In the USA or how should we contact them إذن كيف يمكن أن نتواصل مع الهوم أوفيس إذن طريقة التواصل مع الهوم أوفيس لدينا في نموذج على القناة إذن ما عليك إلا أن تكتب كيف ترسل رسالة للهوم أوفيس وستجد الفيديو المخصص لذلك إذن يقول كذلك How long after the echo they give us the answer إذن كم بعد الإيكو كم المدة حتى يتم الحصول على الجواب إذن هنا نقول بأن الملفات والقضايا تختلف من واحدة إلى أخرى إذن المدة الزمنية تختلف من ملف لآخر إذن هناك بعض الملفات التي يقدم أصحابها في نفس الوقت لكن ملف يأخذ وقت أطول من الآخر حسب القضية كذلك حسب مدى تعقيد القضية وكل الدلائل التي تم الإدلاء بها في الملف إذن هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم إن شاء الله في أسبوع آخر مع حلقة أخرى ونأمل إن شاء الله أن يتم التوصل بكل الأجوبة للأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون شكرا لكم على المتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وبركاته شكرا لكم وبركاته